السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه معنا نهاردة ان شاء الله حل امتحان اه السنوية الازهرية القسم العلمي في اللغة الانجليزية. اول سؤال معنا بيقول اتكلمت معنا بطريقة عاملة ازاي كأننا مش بنسمع. طبعا كمت محتاجة بعدها لان ده فعايزين وراها حال. طبعا اتكلمت معنا بصوت عالي يبقى لجابة مش هنستخدم طبعا صفة. تاني سؤال بيقول هي اسكت مي نوت فوجات سبايس هم نكس ويك. ما نساش اتصل بي. يعني ينسى الاول ما ينساش الاول بعد كده يتصل يعني. طبعا احنا عارفين كمت فوجات و ريميمبر ورجات لو جي وراهم طول انفاناتف يبقى الفعل بتاع التذكر او النسيان او او الندم بيحصل اول وبعد كده الفعل التاني. اما لو جي وراهم جيرند او اين جي بيبقى كده الفعل اين جي ده حصل اول بعد كده وافتكر او نسي او آآ ندم عليه. طبعا الفعل بيقول او الجملة بتقول. منساش اني اتصل بي. يبقى نوت فرجات تو تليفونهم. ان انا اتصل بيه بعدها يعني. يبقى اللي جابة تو تليفون. نمبر ثري بيقول. ده كامبني واز. اين. اين. تين. ايتي. اوسست. طبعا كلمة يؤسس يعني فاوند اصلا فالماضي التاع او التصف التالت. فاوندد. يبقى واز فاوندد. يعني اوسست. مش وجدت يعني. نمبر فور بيقول. ذر واز. روم. اندكار فور ذا لاجج. تمام. يعني بيقول كان في فراغ او مساحة في العربية لكل اللاجج او الايه? او الامتاع. طبعا ذا لاجج اه ينفع مش ينفع يجي معها لا ماني ولا فيو ولا افري طبعا. فالإجابة تكون اللاجج. لكل اللاجج يعني. لكل الامتاع. معكا بيقول. we space for half an hour before the bus arrived. we space for half an hour before the bus arrived. طبعا عندي بفور وراها ماضي بسيط يبقى انه حالتاني ماضي تام. وبما اننا في الجملة باكد على المدة الزمنية وقلت for half an hour يبقى كده هيبقى ماضي تام مستمر. يبقى الإجابة had been waiting. number six although he space to France twice this year he's going again next week although he space to France twice this year he's going again next week. رغم ان هو راح فرنسا او زار فرنسا مرتين السنة دي اللي ان هو برضو هيروح الاسمه الجاية مرة تانية. طبعا بما ان هو راح ورجع تاني يبقى has been to France has been to has been to معناها ان هو راح ورجع او زار وما بقاش في المكان يعني. لكن لو قلت has gone يبقى هو ذهب ولم يعد. طيب number seven بيقول some guests turned space unexpectedly. turned ايه unexpectedly يعني يظهروا كده فجأة من غير محد يتوقعهم. يبقى turned up turned up. يعني يظهر او يأتي مثلا. بكا بيقول you space be very tired after this long journey. اكيد انت تعبان بعد الجرن دي. يبقى you must be tired. اكيد انت تعبان. طبعا في deduction او listen tag بستخدم must لو انا بقول اكيد. طبعا كانت وكان معناها استحالة او ما ينفعش. يبقى اللي جابة must. باكا بيقول we seldom see space a site as this. we seldom see a site as this. طبعا هنا بيقول قلمة بيمنشوف منظر زي ده. طبعا كلمة such such a site as this. طبعا مش هتنفع لها so ولا مثلا to ولا enough والكلام ده كله. عشان وراها a او and وعكده النون. طبعا انت عارف ان such لازم يجي وراها اسم. طبعا احنا بيقول such a site is عشان هو اسم مفرد. اه number ten we couldn't have done it without مصطفى skill save the day. without مصطفى whose skill? اللي مهارته انقذة اليوم. يبقى اللي جابة whose. بعد كده معانا اسقلت الفوكب. number eleven بيقول the company will space for the losses you have suffered. يعني الشركة هتعوضك عن كل الخسائر اللي انت عانيت منها. فطبعا كلمة يعوض عن اللي هي compensate. compensate. compensate for. باكا بيقول the machine is space after the inventor. the machine is space after the inventor. the machine is named. the machine is named. يعني سموها على اسم الانفنتر. بعد كده بيقول i immediately space myself in the task. i immediately space myself in the task. يعني هتبقى انا على طول غمرت نفسي في المهمة دي. يبقى immersed. immersed myself. بعد كده بيقول we should take certain measures to space economic growth. we should take certain measures to space economic growth. هتبقى promote. promote يعني يروغ لي او يطور او يزود. بعد كده he is having problems with his internet connection. he is having problems. عنده مشاكل في الانترنت connection بتاعته. sugar and fat can easily to obesity. الشجر والفات ممكن بسهولة جدا يقدوا له الوبسيتي اللي هي lead to. he has a or an problem with his leg. he has a or an problem with his leg. عنده physical problem. عنده مشكلة جسدية. represents curriculum vitae. الكلمة دي short for يعني او مختصر لي curriculum vitae. he always good judgments about other people. he always makes good judgments. بيعمل يعني حكم كويس جدا على الناس. او يعني وجهة نظر. Egypt has a long and proud space which we have to preserve. Egypt has a long and proud heritage. واحد يقول له مستر ليه ما تنفعش monuments او landmarks. او لو عشان فيه اه في الاول فلازم اختار اسم مفرد. وبكده يكون المتحان خلص. واتمنى ليكم ان شاء الله حظ موفق وربنا يوفقكم جميعا. شكرا